السلام عليكم ورحمة الله توقفنا في المحاضرة الماضية حديثنا عن صناعة السكر والشكل اللي أمامنا بيوضح العمليات الصناعية المختلفة التي تحدث في مصنع السكر بالنظر إلى هذه العملية بنجد بأن المادة الخام الأساسية هي عبارة عن الشقركين قصب السكر يدخل يضاف هذا المركب أو هذا المكون الكيميائي إلى وحدة حيث يضاف له كمية من الماء للغسيل هذه العملية يترتب عنها فصل كمية من الشوائب الصلبة والطين على سبيل المساج والحصول على القصب السكر بصورة نقية هذه العملية تسمى عملية سكرينين وهي عبارة عن عملية فصل فمن هنا نجد بأنه لدينا Upstream Separation Process حيث تفصل بعض الشوائب الصلبة من المادة الخام الأساسية بعد عملية غسيل قصب السكر يمر إلى وحدة chopping للقطع ثم crushing للطحن ثم الميلينغ من أجل العصر في كل هذه المراحل يمر قصب السكر بعدد من السكاكين نايفس المختلفة التي تعمل على تقطيع وطحن هذا القصب ويضاف في مرحلة الميلينغ الماء إضافة الماء هنا هامة جدا حيث تعمل على زيادة كمية السكر المستخلصة من المادة الصلبة تسمى هذه العملية بالليتشينغ أو الليكويد صوليد ليكويد إكستراكشن ينتج من هذه العملية المادة الصلبة التي تسمى بالبغاز والتي تعزت قيمة اقتصادية هامة جدا حيث تستخدم كمصدر للطاقة النظيفة العصير أو السائل الجوز يضاف إلى lime tanks حيث يضاف calcium hydroxide ويعمل هذا المركب في هذه الحالة على ترسيب عملية وهي عملية ترسيب المواد الصلبة في قاع هذا الصهريج هذه أيضا عملية فصل إضافية يمرر السائل بعدها إلى clarifiers حيث تحدث عملية settling وهي عملية ترسيب إضافية للparticle size with smaller sizes يمرر بعدها الخليط إلى فلاتر حيث يفصل السائل من المادة الصلبة وهذه المواد الصلبة أيضا تستخدم مع البغاز كبديل للطاقة العصير بعد تكرار تدويره يضاف إلى evaporator يسخم بواسطة steam من أجل تقليل نسبة الماء وهي عملية evaporation فهي أيضا عملية فصل سائل الذي يخرج من هذه الوحدة يحتوي على 65% من وزنه سوكروز يمرر على vacuum crystallizer هذه الوحدة تحدث فيها عملية بلورة للسائل وبالتالي يمرر الخليط السائل الأم مع البلورات التي تكونت إلى وحدة طرد مركزي centrifuging unit هذه الوحدة تدور بسرعات كبيرة فتؤدي إلى فصل المواد الصلبة من المواد السائلة بعدها نتحصل على بلورات السكر المعروفة لدينا والسائل يسمى في هذه الحالة بالمولاسس فمن الشكل يتضح لنا أن صناعة السكر تحتوي على عدد كبير جدا جدا من عمليات الفصل المختلفة وهذا المثال يثبت أهمية عملية الفصل نجد في صناعة السكر لدينا عملية الترسيب لدينا عملية الترشيح عملية السكرينين والواشن والليتشين عملية الترسيب كل هذه العمليات تحدث بشكل أو بآخر في صناعة السكر في صناعة واحدة نحصل ما لا يقل عن 8 أو 9 عمليات الفصل فبالتالي نرى أهمية هذه المادة وهذا المقرر لطلاب الهندسة الكيميائية إذ لا غنى عنها في أي مؤسسة صناعية ترجمة نانسي قنقر